فيما يتعلق بجدول الرئيس المنتخب اليوم على ما يبدو هذا يوم للراحة والانتصالات مع أقرب المقربين من السيد جو بايدن ووضع اللمسات على ربما المرحلة الانتقالية ضعنا في صورة جدول السيد بايدن لهذا اليوم بالتأكيد مهند نقف الآن أمام كنيسة سانت جوزيف هذه الكنيسة التي زارها جو بايدن قبل دقائق غادر من هنا بحدود الحادية عشر ونصف بالتوقيت المحلي وصل إلى هنا برفقة أفراد عائلته وكانت معه زوجته الدكتور جل بايدن وصلوا إلى هنا وحضروا القداس قداس الأحد وبعد ذلك غادروا إلى المقبرة المقابلة للكنيسة زاروا قبور أقاربهم وهناك يرقد والده والده الرئيس المنتخب جو بايدن إضافة إلى ابنته وابنه وزوجته السابقة هنا المشهد هادئ وأجواء من التفاؤل تحيط بولمينغتون بشكل عام عدد بسيط من الصحفيين وصل إلى هذا المكان لتغطية الحدث لكن كما ذكرت مهند اليوم هو يوم راحة بعد يوم طويل كان أمس أعلنت فيه النتائج وبعد ذلك ألقى خطاب النصر في هذه المدينة وفقا لبعض المصادر في حملة جو بايدن فإن الاتصالات تجري ربما لا يجريها ولا يتحدث هو بنفسه في هذه الأثناء أو هذا اليوم بحكم أنه عمل خلال الأيام الماضية وكانت العصاب مشدودة لكن الآن يأتي الدور ليعمل المسؤولون في حملته الانتخابية وأولئك الذين يعينهم لإدارة العملية الانتقالية واستلام وتسليم السلطة في البيت الأبيض إضافة إلى ذلك نذكر فقط مهند بأنه بالأمس سرت أنباء عن أن مسؤولين في حملة بايدن بدأوا بالتواصل مع مسؤولين في واشنطن تحديدا من الحزب الجمهوري للتحدث على الأقل واستطلاع الآراء بشأن إمكانية إقناع الرئيس دونالد ترامب بإعلان التنازل عن السلطة إعلان خسارته في الانتخابات وبالتالي المضي قدما في عملية استلام وتسليم السلطة خشية تعقيد الموقف لكن حتى الآن لم تصدر حملة جو بايدن أي تصريحات بشأن أن تكون هذه الجهود قد أثمرت وقد توصلت إلى قرار أو على الأقل إلى تصريح أو تأكيد أو ضمانات من طرف حملة دونالد ترامب أو حتى من البيت الأبيض بشأن هذه الخطوات أيضا هناك تصريحات من هنا ومن هناك أنصار جو بايدن بعضهم يقول بأن كثيرين اعترفوا بانتصار جو بايدن في الداخل والخارج بعضهم يذكر على سبيل المثال كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرزي السابق الذي قال إن على الرئيس دونالد ترامب أن يأتي بدليل إن كان يعتقد أن الانتخابات قد زورت أو قد تم التلاعب بالأصوات أو إن كان يطالب بإعادة العد فعليه أن يظهر دليلا على الأقل يقنع القضاء والقضاء وحتى أعضاء حزب الجمهوري بأن لديه ما يبرر هذا اللغط الحاصل الآن من وجهة نظر الجمهوريين أيضا يبدو أن الموقف يؤثر عليهم ويضر بسمعة الحزب بحكم أن التشكيك في نزاهة النظام الانتخابي والنظام السياسي في الولايات المتحدة لا تضر جو بايدن بقدر ما تضر الحزب الجمهوري الذي قد يكون في مكان تشكيك وقد يغضب ذلك أنصاره في كل الولايات وليس تحديدا في الولايات المتأرجحة كبنسلفينيا التي ما زالت الشكوك تحوم حولها ترجمة نانسي قنقر